الأسواق الأوروبية رئيسية أنهت جلسات تداولاتها اليوم الأربعاء داخل النطاق الأخضر مع دميلانو والشبونة وأثناء لسهم الأوروبي عوضت بعضا من الخسائر التي قدتها تينارس الإيطالية حيث ساعدت التحديثات المزدهرة من جاعة كارلسبرغ وصانع الإسمنت الفرنسي لفارج على الحد من خسائر السوق المؤشر الإيطالي كان دون المستوى على الرغم من التفاول بتشكيل حكومة جديدة والذي خفض علاوة المخاطر على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات المتداولة في السوق الثانوية إلى أدنى مستوى لها منذ شهر شباط فبراير 2006 اليورو سجل اتفاعنا مام الدولار ليبلغ دولاراً واحداً وسبعة وثلاثين سنة عن مسار برمير نفط برينت فسجل انخفاضاً ليبلغ ماء وعشر دولارات فاصل خمسة وثلاثين سنة